يسعد وقتكم معاكم فاتن بفيديو اليوم رح نعمل وصفة من وصفات الأجبان المميزة والجميلة جدا رح نعمل مع بعض الجبن المشلشل أو الجبن الشلل أو الجبن المجدول حسب شو أنتو بتحبوا تسموه فطريقة جدا مميزة وسهلة وخطوة بخطوة ليطلع معاكي زابطة 100% فإذا أنتو أول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله اللي بنزلها على القناة فخليكم معي نهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة وخطوات العمال انتبهوا لكل تفصيل أنا عم بقولوا اليوم بالفيديو لحتى أنا ذاكري كل التركات لحتى تثبت معاكم الجبن بهذا الشكل الرائع جدا لاحظوا كيف الخيوط بتجنن واللونها كتير أبيض وحلو وكمان المطة كتير روعة خليكم معي لنشوف تفاصيل الوصفة بالبداية رح أستخدم الحليب الفرش أنا عندي هون 12 لتر من الحليب الفرش ما يعادل 3 قلون طبعا الحليب لازم يكون حليب فرش مش حليب مبستر من جيبه من أي ستور أنا جيبته من مزرعة ضروري جدا يكون الحليب فرش في حال حتعمليه بحليب مبستر ما رح تزبط معاك ولا تعطيكي القوام اللي إحنا بدنا إياه أول شي رح أضيف 12 لتر من الحليب طبعا رح أضيف عليهم بالبداية الستريك أسد معلقة صغيرة من الستريك أسد قبل ما أشغل النار وقبل ما أعرض الحليب لأي حرارة ستريك أسد رح يعطيني المطة للجبنة ورح يعطيني الزأزة للجبنة فرح يعطيها قوام جدا حلو فرح أحرك الخليط لحتى تدوب حبيبات الستريك أسد أو حامض الليمون بشكل كامل انتبهوك كمان مرة ما تعرضوه لأي حرارة قبل هاي الخطوة بستمر بالتحريك لحتى أتأكد أن حبيبات الستريك أسد دابت عندي بشكل كامل بعدها بشغل النار على درجة حرارة هادية وبستمر بالتحريك طبعا استخدموا التناجر لستالس لستالس تيري تكون نوعية قيلة وكويسة لحتى ما يلزق معاك وكمان بحتفظ بالحرارة بشكل أفضل أفضل من الألمنيوم لأنه الألمنيوم بيلزق بطنجرة وبيحرق الحليب فهلا رح نتركهم بعد ما أنا خلطت الخليط رح أشغل النار ورح أتركهم لحتى ترتفع درجة حرارة الحليب لدرجة معينة بعدها منكمل بقى الخطوات مهم جدا أنه يكون عندك ميزان حرارة مجرد ما تصير درجة حرارة الحليب 25 سلسيوس معناته هلا بدي أضيف المكون الثاني اللي هو الكالسيوم كلورايد الكالسيوم كلورايد ممكن تجيبوه من أي موقع أمازون أنا جبته من أمازون طبعا الكالسيوم كلورايد ليش بنضيفه هو بيعملي كثافة شوي للجبنة وبيعملي قوام ممتاز للجبنة وكمان ممكن يعطيني كمية جبنة أفضل فإذا أنتم مش حابينو تحطوه أو مش متوفر عندكم أبدا ما في مشكلة ممكن تستغنوا عنه بضيف معلقة صغيرة من الكالسيوم كلورايد وبستمر بالتحريك بشكل كتير كويس لحتى أضمن أنه داب كامل طبعا هو بيكون سائل فهلأ أنا حركت الحليب بهاي الشكل وتأكدت أنه الحليب داب هلأ بتركهم لحتى تصير درجة حرارة الحليب من 35 لحتى 40 ما بين 35 سلسيس لحتى 40 هيك بيكون عندي ممتاز لحتى نضيف المنفحة أو الرينت طبعا صارت عندي هلأ 38 أو 37 صارت عندي ممتازة رح أخذ لحتى نعمل هذا الاختبار رح يسهل لي إذا أنا رح أعرف الرينت اللي عندي كويسة أو لا أنا عندي هاي رينت طبعا جايباها كمان من أمازون هي المنفحة الجبنة أو خميرة الجبنة رح أضيف معلقة ونص صغار من الرينت طبعا مكتوب عليها قديش كمية لكل كمية الحليب بتلاحظوا إنه في منشور مع كل علبة أنتو بتشتروها لحتى نعرف قديش الكمية رح نضيفها هلأ بضيف المعلقة نص صغار على الحليب وبخلطهم وبشوف إذا بلش الحليب عندي تخثر أو يعمل على شكل جبنة مثل هيك معناته الرينت عندي ممتازة ومش منتهي مفعولها ومش منتهي مدتها بضيفها على الحليب وباستمر بالتحريك درجة الحرارة درجة حرارة الحليب مهمة جدا في حال كانت أقل من 34 ما رح يزبط معاكي أكتر من 40 ما رح تزبط معاكي فأضبط الحرارة ما بين 35 وال40 مجرد ما حركتها رح تبلش تجمد معاي بتركهم بمكان دافي وبالفهم بأي بلانكت أو أي مكان دافي احنا حطع نضيفة وبتركهم ساعة طبعا بعد ساعة لح اللاحظ انه بلش يفصل المسلز عن الجبن فتكونت عندي الجبنة بهذا الشكل ببلش ما بتلمسيهم بإيدك أبدا رح أبلش أقطعهم بالسكينة على شكل هذا الشكل لحتى أساعد انه يفصل المسلز بشكل تام طبعا بقطعهم هيك وبرجع بغطيهم وبتركهم خمس دقاية لحتى يفصل المسلز متر ما انتم لاحظين طبعا بعد ما تركتهم خمس دقاية هيك صار عندي الجبنة تمام لاحظوا كيف شكلها وكمان قوامها جدا ممتاز طبعا في طرقتين لحتى انشكلهم ممكن تاخدوا القطع وتبلشوا تعصروهم بهذا الشكل بهذا الشكل متر ما انتم شايفين على شكل كرات هاي رح نعملها يا أما للمجرلة أو للجبل اللي مشلشل ممكن ناخدوا بهذا الشكل نعملهم على شكل كرات ونتركهم بالطبق أو بصنية أما الطريقة الثانية ممكن تعملوهم أنه تجيبوا مصفاي بهذا الشكل مع شاشة أبيض وتحطوا الشاشة الأبيض بقلب المصفاي ونصفيهم كلهم طبعا أنا بالفيديو عاملة أنا كنت عاملة نوعين من الجبنة فرح أترك لكم اللينك أو رابط وصفة الجبن العكاوي بأسفل الفيديو إن شاء الله فرح حلق بصفيهم بشاشة أبيض هيك ساروا معاي جهدين بحطهم بالشاشة وبحاول أشيل منهم المصفايز الباقي طبعا بتركهم على شكل قرص متل ما انتم شايفين وبضيف عليهم أي تقل أنا عندي استخدمت الأطقال الرياضة فأنتم ممكن تضيفوا طنجرة عبوها مي أو أي تقل أنتم حابينه لحتى أتأكد أنه المصف كله نزل من الحليب أو من الجبنة مجرد ما صارت عندي بهذا الشي بقطعها في حال أنا عاملاها للجبن العكاوي بقطعها على شكل مكعبات بملحها وبحطها بالتلاجة أما الكرات الصغيرة اللي عملتهم أو ممكن تعملوها أنتم بنفس الطريقة هاي اتقطعوها شرائح ونبلش نعملها بخطوات لحتى نعملها الجبل اللي مشلشل بنفس الطريقتين أنتم ممكن تعملوها بالطريقة اللي بتريحكم لاحظوا كيف صارت متماسكة وشكلها كتير جميل ولو ضغطنا عليها ما في فيها أي نوع من السوائل هلأ بعد ما قطعت أنا الكرات قطع دائرية عندي هون خليط من حبة البركة والمسكة وكمان والمحلب رح أضيف هون كمية تقريبا نص كوب من المي عندي هون مي وثلج لازم تكون مي مثلجة حطيتهم بوعى جنبي وكمان رح أبلش أخذ القطع وأحطهم بالمي اللي سخنتها بهذا الشكل طبعا هبلش أسيح بقطع الجبنة بحط ثلاث قطع تقريبا صغار وببلش أسيحهم بالمي لحتى ترجع الجبنة عندي تسيح لاحظوا كيف الجبنة بتسيح بشكل جدا حلو إسلس ضفنا لها الستريك أسد لحتى تعطيني هاي المطة الجميلة وكمان الحليب الفريش هو رح يعطيني كمان المطة في حال عملناهم إحنا بحليب مبستر أبدا ما رح تلاقي هاي المطة لأنه بيكون أصلا منزوع الدسم منزوع كل شي البكتيريا كمان اللي بتساعد على التجبيل وهاي الأشياء فحتكون منزوعة بالحليب لمبستر عندي مصفاي رح أبلش مجرد ما حسيت أنه قطع الجبنة بلشت عندي تدوب بهذا الشكل صارت هيك عندي ممتازة رح أخذ هاي القطعة وأحطها بالمصفاي متل ما أنتوا ملاحظين ببلش أشيل منها المي الزايدة رح أخذ كمية من المسكة والمحلب وكمان حبة البركة ورح أخلطهم لحتى تدخل المكونات هاي بقلب القطعة ببلش أحركهم بهذا الشكل طبعا ريحة المسكة والمحلب بقلب هاي الجبنة مش طبيعي شو طيب ببلش أخذهم وأعملهم على شكل كرة انتبهوا لأنهم رح تكون شوي سخنة ممكن تلبسوا غلافس ببلش أخذهم على شكل كرة بنفس الطريقة ممكن تعملوا المزوريلا تعملوها بالأشكال اللي انتوا حابينها وهيك بتصير عندكم أطيب مزوريلا ببلش أعملهم من الوسط وببلش ألفهم على شكل دائرة وأمط لاحظوا المطة كيف بتجنن ببلش أخذهم على شكل أمطهم بهذا الشي مثل ما انتوا ملاحظين بالفيديو في حال حسيتها أنه بدا تنقطع أو ببلشت تجمد معاكي أو تقسى برجع بطريقة بسيطة بحطهم بالمي مجرد ما تعرضت لحرارة على طول رح ترجع تسيح معاي وتمط وببلش ألف وأبرم مثل ما انتوا شايفين بالفيديو هلأ بلف وببرم بهاي الطريقة مجرد ما حسيتها رح ترجع تتقطع برجع بضيفها بالمي وبرجع ببرمها شوفوا كيف صارت تطمط معي بشكل أفضل هلأ ببلش أفتحهم عن بعض بهاي الطريقة هاي الطريقة هي رح تعطيني أو تعملي الخيوط اللي انتوا لاحظتوها ببداية الفيديو لحتى تطلع معاكم الخيوط بفتحهم عن بعض لحتى تنفتح الخيوط عن بعض بظني أضربهم بهاي الطريقة وكل ما أحسهم انه الجبنة رجعت شدت أو بردت معاي برجع بحطها بالمي وبكمل نفس الخطوات لاحظوا كيف ببلش تصير معاي خيوط ممتاز هلأ ببلش أبرمها وآخر شي رح أجدلها هلأ ببرمها بهاي الطريقة أو بجدلها بهاي الطريقة متل ما انتوا ملاحظين وببلش أبرمها بالشكل اللي أنا حاببته أو أي شكل بيطلع معاكي بضيف هذا الطرف على هذا الطرف لحتى تتماسك معاي وما تفلت هيك صارت معاي جاهزة في حال لقيت أي خط طلع بتقدروا تضيفوه انتوا بالشكل اللي انتوا حابينه هلأ بضيفها أو بضحطها بالمي والتلج المي والتلج رح ترجع لي تلاقي انه صارت عندي لونها أبيض ناصع وكمان رح عشان تتماسك مع بعض وخلص ما بتفتح معاكم أبدا هلأ رح نكمل الطريق رح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة بنسيح القطع طبعا عدد القطع رح نحطهم حسب انت قديش بديك حجم الحبة أنا بفضل أحط دائما 3 قطع صغيرة وبسيحهم لحتى يصير معاي بهذا الشكل طبعا الشغل بهاي الجبنة ممتع جدا وجميل جدا وخطواتها كتير حلبة باخد القطع مجرد ما تسيح وبحطهم وبرجع بضيف عليهم المسكة الحبة البركة وكمان المحلب في حال مش متواجد عندكم المسكة والمحلب ممكن تستغنوا عنهم وضيفوا بس حبة البركة وممكن كمان تستغني عن هاي الخطوة ابدا وتعمليها سادة بدون اي نكات لكن حبة البركة معهم تعطيها طعم كتير طيب بنفس الطريقة باخدهم وبمطهم حبيت اعمل معاكم كمان واحدة لحتى تكون الخطوات واضحة معاكم وفي حال بتقدروا تعيدوا الفيديو لحتى تلاحظوا الخطوات كمان بشكل افضل في حال تقطعت معاك بعض الخيوط مو مشكلة بس مجرد ما حططيها بالماء بترجع بتسيح بترجع تلزقوها مع بعض وبترجع بتكون كويس كتير وبنفس الطريقة بنبرم وبنلف وبنحطها بمي والتلج طبعا هيك انا خلصت كل الكمية خليتهم بالماء والتلج بس مجرد ما حستهم بردوا وبشيلهم شوفوا كيف لونهم بصير ناصع ابيض طبعا لانه الحليب بيكون دسم فبتكون لونها شوي مائل على صفار مجرد ما حطناها بالماء والتلج حتصير لونها كتير ابيض وحلو ومتماسكة معاي بهاي الطريقة هلأ نيجي لطريقة تخزينها او طريقة حفظها في حال بتكم تحفظوها ممكن تشيلوها من الماء وتنشفوها بشكل كتير كويس وترشوها بكمية منيحة من الماء من الملح وتتركوها باكياس فريزر وتحطوها بالفريزر اما الطريقة الثانية ممكن احنا ندوب ماء وملح اطريق البيضة او حتى لحتى تشوفي الدوء الملح وتشوفي ملوحته كتير ميحة بحطهم بالماء والملح تقريبا من ساعة لساعتين لحتى ياخدوا نكية الملح او يتملحوا لحتى ما يخرب معاكي فبحطهم بالماء والملح بتركهم ساعة من ساعة لساعتين محطوطين بالماء والملح بعدين باخدهم من الماء والملح بشففهم بحطهم باكياس التفريز وبحتفظ فيهم بالفريزر طبعا ليش بالفريزر حتى ما تخرب معاكي بس في حال اذا كانت متملحة كتير كويس راح تزبط معاكي وتطلع معاكي بتجنن وهيك بكون خلصت معاي الفيديو اليوم وكمان خلصت وصفتي شوفوا لاحظوا كيف الخيوط الجبن معاي ممتازة جدا بتمنى الفيديو يكون عجبكم انتظروني بفيديوهات جديدة ووصفات جديدة ويعطيكم الف عافية شكرا